أهلاً رمضان هذه الصور التي شاهدناها نحن وإياكم من أسواق مختلفة من الخليل بيت لحم والقدس ورمالة ونابلس ومحافظات الشمال الجنين طول كريم نذكر أسماهم بلاش حد يزعل مننا من المشاهدين فحكينا قبل فترة عن التقوس عن العادات عن التقاليد والرونق الخاص وخصوصاً يعني أنا ممكن شوي عنصر إلى البلد القديم الموجودة في نابلس في الخليل في بيت لحم في القدس لجمالية شهر رمضان المبارك اليوم سنتحدث عن الرقابة على الأسواق خلال الشهر الفضيل مطلوبة من حماية المستهلك في عدة جهات والعمل على مكافحة أي ممارسات غير مشروعة والطرح سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية أو منتهية الصلاحية التي يتم تداولها بالأسواق بما يلحق الضرر الكامل بالمواطنين فبعد مرور ستة أيام وها نحن باليوم السابع فما الدور الذي تقوم به حماية المستهلك من أجل الحفاظ على الأسواق بما يليق بها أن تكون للتعليق على هذا الموضوع معنا في الستوديو السيد عمر ركبها مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صباح الخير صباح الخير ستة أيام وكل عام وانت بمليون ألف خير وانت بخير وان شاء الله مواطننا بظل في خير سهل رمضان سبع أيام عدوا هيك نعم بسيط خفيف طيب بعد ستة أيام اليوم السابع ما أبرز ما أنجزتموه في وزارة الاقتصاد تحديدا حماية المستهلك أستاذ الكريم يعني أنت كما تعلم أنت عطيت العنوان فأعتقد هو ضمنياً نحن نشتغل حماية المستهلك حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المستهلك الأساسية حق المستهلك لإكتني سلعة مطابقة للمواصفات وصالحة لإستخدام الآدمي بسلعة معقول بسعر معقول حقه بشهر أسعار حقه في عيش في بيئة نظيفة وآمنة هذه المفاهيم الأساسية اللي على أساسها تم إطلالة اللي هي خطة وطنية لشهر رمضان اللي أنا عنها معالي وزير الاقتصاد الوطني ضمن هذه الرؤية نحن بدأنا حقيقة مبكراً بالرقابة على الأسواق المعايير اللي انطلقت منها الخطة هي معيارين أساسية معيار هي محددات صحية بمعنى ضمان سلامة السلع في السوق الفلسطيني في محلات البيع في التجهة في المخازن نعم السلع بشكل عام والقضية الثانية هي الأسعار الأسعار في ثلاث محاور أساسية المحور الأول هو إشهر الأسعار محور الثاني وفرت هذه السلع في الأسواق إشهر الأسعار مقصود فيها ينبي أنه كل محل يكون معلق ورقه إشهر الأسعار أسادي الكريم هو يجب أن يعلن المزود أو البائع بمعنى سعر السلع على وحدة البيع وإذا تعذر ذلك وفي القائمة واضح على المستهلك بالسعار كما نرى في بعض الملاحم هذا إشهر الأسعار هذه الشغلة أنا شفتها فت على محل الجاج وقرأت بأنه يمنع من وزارة الاقتصاد بيع كيلو الدجاج أكثر من 18 شكل نعم فهذه الأوراق هذه قائمة استرشادية هذه القائمة التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني ألا هنا العمل على القائمة ومعطيات تعرف هناك لجنة وطنية ووزارة الاقتصاد الوطني تقود الجهد الفلسطيني تنظيم السوق الداخلي بمعنى أنه إحنا صراحياتنا في السوق وعلى الرقابة وتفتيش نحمل صفة ضبطية العدلية عندما نأتي لتحديد سلعة ما ماشي في هناك جهات اختصاص على سبيل المثال أخوان في وزارة الزراعة هم أساس في عملنا لتحديد السلعة يعني على سبيل المثال كان في هناك مشاركة حقيقي في بعض السلع اللي هي تم وضعها في القائمة الاسترشادية اللي هي القائمة الاسترشادية السقف الأعلى مع تجديع الوزارة البيئة قلم هذا السقف وهذا حالي حصلت يعني ألا بنتطرق لها لكن احنا بنحكي عن موضوع القدار وموضوع الدواجن بناخد الكراءات من أخواننا في وزارة الزراعة وتحدد كما هي ألا في هناك من خلال محافظات احنا يعني الكراءة ليس أحيانا 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 تطر إلى سعر التاكل لكن ما يباع في السوق بتحط يعني على أساس يكون هناك عدالة في القضية نعم يعني وإذا أنت بدك نضطر لك عن موضوع الأسعار لنا كلمة في هذا الجانب طيب إن شاء الله بدي أحكي على موضوع له علاقة بالمقدمة أيضا وتم ذكره بالفترة الأخيرة وكان موجود عندنا وزير الاقتصاد من فترة وتحدثنا عن مواد منتهية الصلاحية مواد فاسدة مواد غير صالحة للاستخدام البشري وتم عرضها وتم ضبطها وكان هناك حديث مع الضابطة الجمركية بأنه تم في مناطق معروفة في فلسطين سواء كانت في رمالة أو في الخليل أو في نابلس ضبط كميات كبيرة دوركم في حماية المستهلك من عدم استخدام هذه المواد في شهر رمضان أنت يعني عمالك بتحكي في موضوع كتير مهم وهذا الحديث الشارع وهذا حقيقة مؤررك بالنسبة لأينا والعملنا لأنه إحنا بنحاول أن ننجح يعني جهات الرقابية الشريكية وعلى رأسهم النيابة العامة المكافحة الجرائم الاقتصادي بنحاول أن ننجح في القضاء على ظاهرة التزوير والغش والتدليس نحن في شهر رمضان تفضلت أن حكيت لك محددات أساسية نعم أنه هو صلاحية السلع وأمان استخدامها وهذا اللي بنواجههم في هناك محاول أساسية للعمل وفي هناك تكامل في الأداء وزارة الصحة على سبيل المثال شهرك كان معنا في العمل وتعمل على فحص العينات إحنا بنزودهم هم باخدوا عينات من المصانع الوطنية من المستوردات في تكامل في هناك نتائج معناته بنكسين نعمل على التفتيش بالعينة حتى يكون رسالتنا مواجهة من خلالكم للمواطن الفلسطيني نعم في محاور السوق الفلسطيني وعلى حلقات السوق المختلفة هناك طاقم تمزج بقرأ مع الوزير الاقتصاد تجديد ضخ دماء جديد في الطاقم لأننا في عنا قصوصية شهر رمضان حتى لا يتم تمرير سلع مكلدة أو مزورة أو فاسدة في سلة المستهلك الفلسطيني وبنعمل على ورديات مختلفة يعني احنا بالمحافظات في كل محافظة من ورديتين إلى ثلاثة إلى أربعة وردية حسب الحجم المحافظة يعني كل الجهدات العلاقة هذا تابع لرقبة والتفتيش عندكم؟ نعم في الأسواق اللي ملاحظ في الفترة الأخيرة أنه فيه هناك يعني برز عندنا ظاهرة الإهمال للكطاع التجاري في التجزية وهي يعني طم طريحها هي موجودة على أجندة الوزير بمعنى أن الإهمال يعني أنا كصاحب يشوف فيه المسؤوليات يعني أنت عندك مسؤولية كمواطن أنا عندي مسؤولية والمزود عنده مسؤولية جزء من المسؤوليين وليس يتفقد سلعه قد يقع تحت غبار بتمرير سلع على المسالك الفلسطيني للأسف أنه في بعض معحلات بيع التجزية ضبطنا سلع بكثرة منتهت صلاحية وهذا يعني هو ما بيكونش عارف لا القانون لا يحمل يعني أنت عرف لا يحمل المغفلين هلأ أنت بتعرف سلعة بدك تزودها أنا كمستهلك ماشي واجب أن تطلع على بيانات السلعة وعلى تاريخ الإنتاج لكن مواجبك أنت كمزود أن هذه السلعة تكون صالحة تكون وفق المواصفات الفلسطينية أنت واجبك وبين فترة وأخرى يعني أنت بتكلف من يتفقد السلعة المعروضة في المحل يعني بالخبرة قد نجد بعض الأشياء يعني ساقط السهوان هذه لا تحسب أنها مخالفة بتم التنبيه عليها هذه من الملاحظات الأخيرة في بعض ضعف النفوز أخي الكريم فاللي بيغير اللابل هذي اللي بيغير الكريم هذا اللي بي تفضلك فيها يعني إحنا ضبطنا حالي اللي هي 15 طن اللي أعلننا عنهم في منهم تقريباً خمسة طن مخللات كانت قادمة من إسرائيل تعرف عمادة المستهلك المخلل بأنواع مختلفة يجب أن تكون موجودة الأخوان في ضابطة جمركية طبعاً تعرف التكامل في الأداء والعمل ضبطوها المخلل إفحص الكنابة مصدية منتهي صراحية هذا التاجر المزود يعني أنا ما بعتبره تاجر أولاً نعتبره حتى إحنا يعني خلينا نعمل اتفاقي إكرار جماعين ومش تاجر لأنه هذا جاب سلعة تالفة لتمريرها على مائدة صيام في شهر الرحمة هذه قضية القضية الثانية هذا تاجر بالبشر نعم أنا أريد أعطيك في المقابل أستاذ رائد في المقابل اللي احنا عمنا تاجر البارحة بلغ وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس وأنا عندي سلعة أكيد أشك فيها كبل أن أطرح على السوق طلع طاقم فني فحص هذه السلعة ووجد إنها هذه السلعة لا تصلح الاستخدام فيها انتفاخ وتلف وميكروبيان راسبي لم يتردد بإطلاف ثمانية طن شوف المقارنة بين تاجر يستورد من إسرائيل بقايا المستوطنات وبقايا سلعة تالفة في المقابل تاجر فلسطيني هذا من يقال عنه تاجر وهذا ليس بتاجر هذا يعني الجلس بينكوسين نحك عنه من التجاء أو مصص دمائي والله يعني المثال الثاني يجب أن يكافأ هذا التاجر إذا هو بناديكو بقول لك أنه أنا شاكك أنه هذه السلعة حقيقة هذه موجود عنا كل التحية والاحترام إذا بيشوفنا على الهواء كمان هذا شيء جميل ورائع جدا سؤالي هنا عن التزام التاجر بعدم رفع الأسعار هل أنه فعلا التجار بالتزمو أنه هذه بعشرة شكل بعشرة شكل ولا أنه تجيكم شكاوي أستاذ الكريم نحن في المحافظات الفلسطينية المختلفة أنا أعطيك هلأ بنحكي عن القائمة الاسترشادية وعلى أعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني أولا القائمة حققت نوع من العدالة وكان فيها إكرار يعني كل الجهات متنوعة يعني نحن عرضناها شارك في الإعداد الدراس المواطن والتاجر وجميعات حماية المستالك ومؤسسات المجتمع المدني وكان فيه إكراءات جيدة لإلها لما نزلت على السوق ما كانتش فيه هناك ردة فعل يعني لأنه حققت نوع من العدالة خصوصا أنه الأسعار عالميا كان فيه انخفاض يعني إحنا قبل رمضان في شهرين إحنا قائمة استرشادية تصدر مع الوزير كل شهرين كل مكتبة الحالي ثلاثة شهور تصدر القائمة استرشادية ونشتغل عليها كل يوم كان فيه هناك انخفاض في الأسعار يعني عندنا بتعطيك كراءات سعر كيلو الأرز اللي أول عشرة كيلو أو العشرين كيلو ما نحكي كان إحنا محددينه على سبيل المثال بربين بمئة شكل كان قبل غمضان مئة وخمسة شكل يعني تقريبا خمسة شكل نزل الآن ما المعروض في السوق في محلات إذا بدنا تجاز التعبير في محافظة رمالله بتبيعه بأربعة تسعين بسة وتسعين يعني في بيت لحم تلاث محلات بتبيعه بأسعار مختلف وأكل من السعر الاسترجادي هذا جانب جانب الآخر كثير من التجار هناك وهذه يعني بتعرف أنت هاي في حق التجار لأن في عنا تجار حقيقة يعني يستحقوا هذه الكلمة تاجر أمين في شهر كريم قدموا مبادرات لمعالي وزير الإصابة الوطني في تنزيل الأسعار لبعض السلع اللحوم على سبيل المثال وتبنوا فكرة إنشاء أكثر من ثلاثين مركز في مختلف المحافظات بدنا نحكي عن اللحوم الخروف المجمد أو الخروف أو اللحوم وزارة الاقتصاد كانت محددة نحكي عن سبيل المثال مع سكف أعلى 25 شكل نزل فيها لقمانتاشر بمراكز معينة الخضروات أخي الكريم فيها نزول لكن اللي إحنا بدنا نصل له في محافظة رام الله والبير بتعطيك مثال كان في هناك يعني عندنا كراءة أولى إنه فيش الالتزام في الأسعار منزلنا على الواقع مع طواقم حماية المستالك بالتحاور رألت سوك التزام بأسعار لكن فيه كان هناك عدم إصال المعلوم بشكل إيجابي يعني أنتوا القائمة وبتعرف مبررت كذا فانزلنا ويعني اتفقنا مثلا على سبيل المثال القطايف هنا فيه بتبرز سعز رايد يعني حتى نقيس الأمور ونعطيها حقا أنا كمواطن أنا رسالتي بمثل حقوقك ودافع عنها من القطاع العام كمستالك عندما وفاجأ أنه أنت يعني بنكون نحنا ند لبعض بمعنانا أنت تاجر غير ملتزم في الأسعار بتبيع بالضعفين أنا بدي بالمقتضى القانوني أخذ بحقك أجد المواطن اللي بدافع عنه متفاهم ومش مواطن يعني مش الثلة من مواطنين وأنا بدي أنا باجب من بتونيا وأنا باجب من جنين مشين أشتري هذه السلعة من هون وهي ضعفين فبالتالي هذه القضايا إحنا بنحاول أنه إحنا كمؤسسة رسمية بندافع عن حقوق المستهلك وحق للمستهلك طب كلام جميل عند هاي النقطة مثلا أنت ذكرت موضوع القطايف بأنه ممكن في بعض المحلات تلاقيه بتمني شكل وممكن في بعض المحلات يصل ل 12 شكل طب من المسؤول عن هذا الموضوع يعني مثلا عشان أطايف رائد أزكى من أطايف عمر يعني مثلا هي سيد رائد القطايف بشكل عام بتاع المكونات الأساسية هي هي يعني القطايف بس هو في يعني حقيقة في بعض الإضافات أنا أحكي لك وزارة الاقتصاد الوطني حددت ماشي 8 شكل سعر القطايف وأحكي لك شي قد أقبل أنا كمفتش أنه يكون بعشرة شكل ماشي لكن لن أقبل أنه يكون بعد العشرة شكل بسنت هو للأسف يعني في بعض المحلات في بعض المحلات وإحنا شخصنا هاي المحلات وتم تحرير مخالفات مبارح وفي قرارات أنه يعني هلأ حسم الأمر أنه سنتكون بإغلاق أي منشأة أو أي محل هي المنشأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي بالتالي سوبر ماركت محل إلى آخري لم يلتزم بالأسعار لأنه بكفي أعتقد أنه يعني فيه ثقة للمواطن حطتها في وزارة الاقتصاد الوطني وسنكون قدر مسؤوليتنا وإحنا يعني مهامنا هاي لعن نفذها لأن القانون يخولنا بإغلاق أي منشأة فوراً إحنا ما كنا بدنا نصل لهذا الموضوع بدنا نصل الجسر من التفاهم والثقة بيننا وبين التاجر وبين المستهلك والمزود لكن من يتلعب بقود شعبنا ولا ملتزم في القوانين صحيح حتى في بعض الجهات قابت بداعم الأطائف بالبلد الأديم بالخليل بيحكوا لي بأنه كل الأطائف ثلاثة شكل فأنت تخيل أنه من ثلاثة شكل لعشرة شكل أو حتى بعض المحلات أقل من تكلفة أقل من تكلفة هذا الشيء يشجع المواطن إحياء البلدة القديمة بالإضافة أيضا هي تعاني من تهويد وتعاني من مستوطنين واحتلال تم يكون فيها كيلو الأطائف ثلاثة شكل بيزيد ضعفين تقريبا في مناطق كرم الله كبيت لحم مثلا فهذا يعطي المواطن الثقة أعتقد ما بينكم وما بينه سيد رأيتنا أنت حكيت نقطة يعني مش بصل بموضوعنا مهم جدا الكطاع التجاري من خلالك يعني أنت شوي بتقول لي متعنصر للبلدات القديمة العروض التجارية أن تكون في البلدات القديمة حتى تكون في هنا استقطاب للمواطن وحركة دائمة هذا كثير فكرة جيدة وبنتمنى من كطاعنا التجاري اللي عودنا على الوقفات الصمود في ظل الأزمات اللي مر فيها شعبنا أنه يأخذ هذه الفكرة عم حمل جد في المناطق القديمة في الكدس في البيت لحم في الخليل مهم جدا أنها تستقطب المواطن الفلسطيني بيصير فيه هناك روح للبلد القديم من خلال تنزيلات ولو كانت بسيطة يعني يعرف أن المواطن عرف لهذه السلعة أقل في البلد القديم حتى لو كانت سعر التأكل فيه هذه تاريخيا يعني وقفات لن ينزالها الشعب الفلسطيني طيب بدا أصلك عن ردة فعل المواطن على عملكم في حماية المستهلك خصوصا في وزارة الاقتصاد سواء كان فيه هناك تذمر أو فيه هناك شكر ومدح وفي النهاية هذا عملكم ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى سيد رائد نحن كمواسس رسمية نكون بعملنا وفق الأنظمة والقوانين وأنا أحكي لك شي نحن قاعدنا في حماية المستهلك أنا أعتقد يغم كل الإمكانيات نحاول نبدأ برسالتنا أحيانا نتعرض للنقد والنقد نعتبره بالنها يعني نحاول أن نرى إذا أداءنا من وجهة نظر الآخرين نحاول أن نصوب وإحنا إذا كان النقد إيجابي نبني عليه وإذا كانت تصرفتنا إيجابية نبني عليه وإذا كان نقد بس مجرد النقد هذا شوي شوي بتضعف المعنويات لكن الحمد لله معنوياتنا وعالية يا الله ما أكثروا الانتقاد من أجل الانتقاد بدون شيء الآن إحنا ما يميزنا في أداءنا أحيانا أستاذ الرائد ندخل إلى منشأة لا نحتاج لا لأمن ولا شرطة المواطن نفسه هو تعزيز لعملنا تصور أنت تطلع ضع من المحل تالفي أو فازدي والمواطن هو دعمك هذا الفكرة التي نأخذها تأمنه الحماية لا يوجد هناك كشف يعني أحيانا أنت تقارر حماية مستهلك مع مع جمالك خلني نحكيها شوي نحن مقبولين أن نحكي أن أنت عارف بطريقة أخرى النقد يعني بمر النقد والذي نتمنى أن يكون النقد بناء للمصلحة العامة هناك سؤال أخير نصف دقيقة لضيق الوقت لأن المخرج بوليم معنا وقت بالنسبة لموضوع ارتفاع الأسعار في رمضان الخضروات والفواكه هذا بإذ مين ارتفاع الأسعار في رمضان نحن فيه تشخيصنا الحقيقي بشي نعطيك الأكبال الشديد شوف عدم ترشف فكرة ترشيد الاستهلاك عند الشعب الفلسطيني عند شعبنا يعني هي هذه اللي شوية بتخلي الأسعار ترتفع هي ارتفعت أول ثلاث أيام كان فيه طلب بشكل كبير كان طلب بشكل مش طبيعي انت عارف يعني بدي أعطيك مثال إنه إحنا كشعب فلسطيني بعدد سكاننا بدنا نوكل وجبة الدواجن فيعني راح يكون فيه هناك شح في السلعة وضعف يعني في العرب القضية المهمة إنه هلأ هلأ موضوع موضوع إحنا شوف رمضان أغضي تجهيزات للعيد وفيه حلويات هذه فترة رمضان هلأ الأكبر راح يكون فيه بسيط وراح يكون فيه استكرار يعني إحنا عنا فراءات إنه فيه استكرار في الأسعار مش الأسعار مش مرتفعة لا على العكس يعني هناك بس هو شوف يعني فيه بعض الأسعار حلوك في بعض الأسعار أنا حكيت معك قبل الفصل وحكيتها على هو نعم العرب والطلب روح على الحسب أشتر يا حبة اللمون بشكل طب ما هو أحيانا ممكن أربع أو خمس حبات تكوني بشكل أنا بدي أحكي لك أنت صحيح أشوف ما هو أحيانا أحيانا رمضان بدأ مع نهاية الموسم يعني رمضان يعني نحكي اللمون بالذات اللمون متذبذب يعني بكرة بتلكها بيرجع نفس السعر هلأ اشتريت اللمون في شكل في المقابل في عندك البندورة نحكيها صحيح البندورة عندك العشرة كيلو بعشرة شكل الكيلو بشكل هلأ فيه هناك لما بيكون في زيارة في الطالة في العرض بيكون في السعر وهذه الخضرة خضرة يعني ما تقدر تحددها خلال 24 ساعة إن شاء الله الأسعار بيكون معتدلة وبشكل أسعار شفيفة على المواطن شكرا لك سيد عمر كبه المدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطيني إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ديروا بالكم على الأسعار ديروا بالكم على المواطنين وأنتم حماية المستهلك والمستهلكين شكرا جزيلا الآن مباشرة ننتقل إلى الأستاذ عامر شبانة تميمي والحديث عن فقرته المميزة في برنامج اللي يصبحكم بالخير صوموا تصحوا